مرحبا فيكم حبايبي برج العذراء شوف ازا برج العذراء شو طاقته اول شي قبل فترة صار في عندك خراب صار في عندك اه انكسار اه الان يعني هاي الفترة رح تحاول طول الفترة الجاي وانت تترمم اه متل ما بيقولوا جراحاتك في شخص رح يساعدك في الموضوع اه انا بشوف هذا الكرت ممكن يشمل اي شي لعمل المال الحب العاطفة اه لانه جامع كل اشي بنفس الكرت فبشوف في في شخص عم بيساندك اه لحتى يعني تمر اه خلينا نقول تمر من هاي الازمات كل ياتا او يرمم لك الجروحاتك معاك انت مرح تكون لحالك على فكرة اه خلينا نقول نفتح مسلا هون حبايدي يعني الكروت بيتغير معناها حسب ايش في بجنبها ايش في فوقها تحتها خلينا نشوف بشكل عام لبرج العذراء شو مخبيت له الكروت صي ما قلتلك عم بترمم موضوع وعم تحصل على النتيجة اللي بدك اياها اه روحك عم بتتشافى جسمك عم يتشافى اذا كان في عندك على فكرة عم بشوف فيه يا عملية جراحية مش عندك انت عند شخص اه بيخصك ولكن هاي العملية يعني اللي هي رح تمر على خير لانه مبين انه في عندنا يعني زي دعوات زي شي لحتى هذا الامر يزول اه وعم بشوف الموضوع بتحقق يعني عم تتحسن الصحة لهذا الشخص ممكن تكون انت يعني بس الاكتر انه من العائلة عم بيعاني من شي معين مرض معين عملية جراحية اه فا زي ما بين هون تحت هذا الكرت في نجاح بالموضوع والصحة رح تكون تمام لهذا الشخص يمكن يكون شخص عزيز عليك كتير اه ممكن الوالدة ممكن مش عارفة بس اه عم يعني بالعكس عم تتحسن صحته ويصير اه احسن منك انت يعني انه احسن من الانسان الطبيعي رح يهتم بصحته كتير هو شخصيا اه لا شايف هذا الموضوع عم بتم على نجاح برج العذراء طبعا من الابراج اللي عانوا كتير بالفترة الماضية دقوا الامرين يعني زي برج التور تقريبا. والله كل الابراج كانت تعبانة وعم بشوف فيه استمرارية شوي بالتعب ولكن فيه بشائر خير. فيه بشائر خير كتيرة عم بشوف بالوراء. لكل الابراج. اه كل التحديات اللي عم بشوفها بشكل عام بالابراج عم بتعلمنا. هلأ يعني زحل عم بعلم الكل. عم بكافئ الناس اللي كانت تشتغل بجد وعم يعني عاقب الناس بسموه المعلم الاكبر. عم بعاقب الناس اللي اه شوي يعني انظلموا. اه بالنتيجة كمان عم بيختبر. عم بيختبر اه الصبر عند الشخص عشان يكافؤوا بعدين. عم يختبرك ازا انت اه اه قدتها ولا مش قدتها. فيه فيه نوع من عند كل الابراج عم بشوف نفس خلينا نقول النقطة انه عم بيصير في عندهم تحديات. هذا العام اللي المشترك فيه كل القراءات. فما تفكر حالك انت صاحب اي برج ما تفكر حالك انه انت الوحيد اللي اللي عم بتعاني او فيه عندك اه تحديات. الكل عم بتصير فيه عنده تحديات. اه عم بشوفك بتنتقل من اه ممكن مسكن لمسكن. اه ممكن من بلد لبلد. اكتر شي من بلد لبلد. عم بتسعى لهذا الموضوع. اه ولكن انا بقول لك مش هاي الفترة. يعني هاي الفترة ما ما كتير انا بنصحك بموضوع السفر. انت حابب تغير. فممكن تغير مسكن. ممكن تغير اه اي موضوع. الشغل لا تغيره يا عدراء. خليه زي ما هو منيح. شايفي شغلك منيح وفيه تطورات في المستقبل. فخليك في شغلك. لانو فيه ناس عم بتفكر بتغيير العمل. بالتغيير بشكل عام. اه عام. فبقولك العمل ما تقرب منه. خليه ماشي. اه بالنسبة لهذا الكرت كمان بشوف اه ممكن يمس العاطفة. ممكن تروح من من اقصى البرود لاقصى اه الزهار الحياة. عم عم تعيش مشاعر جديدة. عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص اما جديد. ممكن يكون هوائي او ناري. اه او مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل. عم بيصير فيه التقاء بناتكم. ولكن انت وياه عم بتكونوا عكس بعض. عكس الشخصيات يعني. اه شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير. هو عم بيفكر كتير انت ما بتفكر. يعني بغض النظر عم بيكون فيه اختلاف كبير. مش بس اه بالامور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر. لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين اه او مكملين خلينا نقول لبعض. فانا بشوف اه انت موجود مع الشخص اللي بناسبك. اه تحتيها مباشرة شايفي برضو فيه سفر هون يعني فرصتك بالسفر يع ذراء كتير كبيرة. اه خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر. بعد هذا الشهر. خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون فيه اخبار حلوة. اه عم نوقع على ورق. عم بيصير فيه اشياء حلوة من الحية السفر عم توصلنا تطمينات. اه ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة. على الاغلب. اه كمان بشكل عام. اه رح تواجه حدا اما بمحكمة بقضية او امر بتعلق بالمال عم بتواجهه انك بدك حقك او هو بده حقه. اه عم يعني عم بتحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع. عم تنتصر في هذا الموضوع. اذا كان اه محكمة مثلا حضانة اطفال او على مال معين اه على شي معين. اي شي في محكمة في قضايا في امور مالية انت عم بتكون اكتر اه يعني الكفة رح ترجح اه لإلك انت. شغيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر اه يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى. فمن حقك يعني بس اه التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة. لا شوي شوي عم تتغير للافضل. المهم انها تتغير للافضل. اه فنكون بس اه صبورين شوي. عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت. عم بتضيع فرص. عم بتضيع اه مشارة. ما عم تكون كتير مركزة في اه الدراسة. فنصيحة لبجر العذراء اللي عم يدرسوا او عم اه يقدموا اه لمناح. عم اه يدرسوا درسات عليا. اه خاصة اللي يعني بلد تاني غير الوطن. اه لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لانه يعني رح يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم. اه رح كتير تلقوا اه يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك اه يعني فعلا تركز على الموضوع. ولازم تحاول اكتر من محاولة ما تيقس بسرعة لانه شايف بهذا الكرت شوي شعور باليأس. اه شوي انك مليت يمكن من الدراسة من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة. ما عم يكون عندك صبر. فبنقول لك لا. في لازم يكون في صبر لانه في بالنهاية. رح يكون في عندك شخصين بيساعدوك. اه او شخص بيساعدك في موضوعين او موضوعين رح يمشوا. موضوعين رح يمشوا عندك عن انت استنى يعني فيهم اه فترة طويلة هدول الشغلتين. طبعا انا ما بعرفهم انت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع اه عمل ممكن يكون صحة زائد عمل. المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم اه فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستنى هم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت. اه عم بشوفك هاي الفترة اه شوي عم تهتم بنفسك اكتر. عم تطلع على نفسك اه اكتر مش اناني يعني لأ اه وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون اه شوي تهتم في نفسك وهذا اشي رائع يعني بالعكس اه عم اه بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي اه هذا الشي كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك اه طاقة ايجابية في هذا الموضوع. اه وكأنه الطرف الثاني عم بيحسسك انه انت شوي يعني عم بتكون اه قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم بتعمل العكس بالعكس عم اه تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في اه في اتجاه معاكس. ما عم تحقق له اللي بده ياه. خلينا نشوف بلعاطف شوي. لبرج العذراء. رح اعتمدهم عفكرة. لا والله ما رح اعتمدهم لانه تكرروا. خلينا ناخد كروت اه بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا. شوف هون بشوف اه في عندك اه صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير. عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسي القراءات العاطفية متل ما بتعرفو. عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقة. بدك تعمل تطورات كثيرة بالعلاقة. عم بتروح العلاقة لناحية جدية اكتر ما هي اه كنت انت مبلش يمكن في العلاقة كهيك اه انت او الطرف الثاني. اه كعلاقة عابرة وعلاقة عادية. ولكن عم بشوف التطور في هاي العلاقة. شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي. فيه فيه طرف تالت. اه فيه عائق يمكن يكون فيه كزا. هذا عم ينتهي لانه الكاذب تطلع مقلوب. فنكون متطمنين ازا كنا عم شاكين او كزا. بالشريك او بخيانة اه الشريك. قلتلك قبل شوي انك اه عم تهتم في حالك. فبين عنا انه من ناحية عاطفية. تكرر عنا تقريبا نفس المعنى. اي ام اولوز ريوردد اه فور اولا اي دو. يعني انت بتستحق كل اللي 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 عم تعمله عم تستحق انك اه تاخد الجائزة عليه او انك تربحه. فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهده كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك. انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كتير لا. مبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك اه طاقة صلبية ما بعرف شو هي يعني اه حسد عين سحر ما بعرف. هاي عم تنتهي هذا الشهر. ليش? لانك عم تستشفي بديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول اه انك تستشفي. شوف هاي الامور كانت مسبب اه كانت مسببة تأخير معين تأخيرات في الحياة في العلاقة العاطفية بما انه فتحنا على العلاقة العاطفية اه ولكن شوف اوش في ورا الاستشفاء في ورا الاستشفاء كتير امور او اماني رح تتحقق. وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين امنياتك اه فبشوف امنياتك ممكن تكون في الحب يعني اه اكتر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع انه احنا فتحنا على القراءة العاطفية. اه قلنا انه جلد الذات او التفكير في الاخرين رح يقل رح يتفكر اكتر في حالك. اه دايما كنت تسأل عن الشريك او تهتم بالشريك زيادة عنه لازم الان عم تنقلة بالاية. هو عم بيكون اه كتير معصب وسترس في الفترة الجاي. عم بيحس انه انت عندك اه طرف ثالث ممكن. عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب. فعم بشوف كتير اه انت عم تربح المعركة. اه ولكن خلينا نقول اه بسلاح ناعم بطريقة ناعمة. مع انك بالماضي كنت استنى الكارمة. كنت بدك اه حبيبك او شريكك يكون اه خلينا نقول اه في ضائقة في مشكلة في كزا. فلا بالعكس انا بشوف في التقاء بيناتكم. اه هون بشوف العزاب. العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم. خاصة من برج اه مائي ممكن يكون. اه في ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة. تبلش قصة جديدة مع شخصة جديد. اه مختلف تماما في الصفات من اه عن الشخص القديم برضو يكون مائي. شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون احلى رح تكون اه فيها مشاعر اكتر فيها اه عدل اكتر. اذا هذا كان بشكل عام للعاطفة. الطاقات زي ما انتوا شايفين في ترابية. في نارية. وعم بتكون كمان مائية. وفي برج الدلو. كل شوي بطلع لي. في عندك حبيبي كمان اه انتصار بالعاطفة. انتصار اه مؤجل اه لكنه مية بالمية رح يتحقق. كان تطلع مقلوب. في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود. رح يتحقق. يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها. يمكن انتصار هو على طرف التالت. لان الطرف التالت بيّن عنا بوضوح. فخلينا نشوف بشكل عام. شو النصيحة اللي ممكن. ادفلنا ياها الكروت. لبرج العذرة. اه بيقول لك عم تهتم كتير بالتفاصيل. عم بتفكر. اه عندك مخاوف كتير كبيرة. اه مش بمحلها. في عندك توترات مش في محلها. اه ما في شي تتوتر علشانه او كزا. عندك مخاوف من شيء معين. اه مخاوف ما عم بتكون برضو بمحلها. كل جملة عم بتخلص بمحلها. كتير قولت كلمة بمحلها. طيب. فبيقول لك اطلع من هاي الطاقة اطلع. او انك كمان عم بتفكر بنطاق ضيق ضيق. عم بتفكر ما عم تشوف الحياة يعني اطلع برا وشوف البرسبكتف. شوف حياتك كلياتة اكتبها يعني مش تكتبها على ورقة. يعني حاول انك تشوف ابعد من هيك. خلينا نشوف كارت تاني لا. للعدراء. بيقول لك هون انه الجأ للاخرين. الجأ للشريك. ممكن يكون عكسي كمان ممكن يكون بس هدا اليك مش للشريك. بقول لك ممكن تستعين بالشريك او او شخص مقرب منك لحتى اه يعني لحتى تمشي بازمة معينة لحتى تنهي ازمة معينة. هي رح تكون عندك ازمة هيك عالماشي اه يعني مش لفترة طويلة. اللي هو موقف اه مشكلة صغيرة كزا. المهم يعني موضوع رح يتم اه بالاخير رح رح تنجى منه او رح تخلصه على خير. بس بيقول لك انه اه في ناس ما تدقلها ايدك. فما تطنش. ممكن الشريك اه عم بيطلب الرجعة انت ما عم اه تعطي ايدك او ما عم تحاول فبحكي لك انه لأ اقبل. خلينا نشوف مثلا هدول ايش بقولوا لنا? الله اكبر عم بيقدن. هون بحكي لك. شوف هون انا بشوف طاقة سحر. طاقة اللي هي مش السحر السحر لا. اه انك انت رح تكون ساحر انت ساحر حبيبك. اه ساحره باشياء كتير من بره ومن جوه يعني كشكل كمظهر ككيف بتلبس بتحكيه تتصرف. عم بيكون كتير اه معجب فيك او اه ممكن